أهلا بكم انعكاسا لتداعيات العدوان على قطاع غزة تراجع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بحسب ما أفاد البنك المركزي في بيان صحفي وحقق الأردن خلال الشهور الستة الأولى دخلا من السياحة بقيمة مليارين و 300 مليون دينار بتراجع 5% تقريبا عن ما حققه خلال ذات الفترة من العام الماضي أرجعه البنك المركزي في تقريره إلى تراجع عدد السياح الذين زاروا المملكة 8% خلال ذات الفترة وعلى المستوى الشهري حقق حزيران نموا بنسبة 2.1% في حجم الدخل السياحي للمملكة ليصل إلى 456 مليون دينار وهو الأعلى منذ بداية العام أطلق المركزي الوطني للأمن السيبراني حوارا وطنيا حول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام من 2024 لـ 2028 وأعلن عن بدأ الجلسات التشاورية مع أصحاب العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية لإعداد البرنامج التنفيذي المرتبط بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لخمس سنوات نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للتحديث القطاع العام ناصر شريدي خلال رعايته إطلاق الاستراتيجية أعلن عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء للتحول الرقمي مؤكدا التزام الحكومة برقمنة كل الخدمات الحكومية العام المقبل رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة قال إن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمكن خطط التحول الرقمي الوطنية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وقد تم التركيز في الاستراتيجية الجديدة على محاور جديدة تتجاوز المحاور التقليدية المتعلقة بالحوكمة وبناء القدرات إلى فضاءات جديدة مثل تعزيز السيادة الرقمية ودعم الصناعات السيبرانية الوطنية وتنكين عمليات التحول الرقمي وتشجيع الريادة والإبداع الاستثمار في الأمن السيبراني وتحسين البنية التحتية الخاصة به ليس طرفا بل أولوية وضرورة حتمية في ضوء الهجمات السيبرانية المتعددة التي تتعرض لها العديد من الحكومات والأعمال والأفراد على حد سواء إننا على ثقة أن هذه الاستراتيجية ستكون نواة لعدد من المبادرات والمشاريع ذات الأولوية القادرة على حماية الأردن والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال سجل النشاط العمراني في الأردن تراجعا بنسبة 11% خلال 25% الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بحسب تقرير لدائرات الإحصاءات العامة التراجع سجل في مساحات الأبنية المرخصة لغيات البناء ليصل إلى 3 ملايين و300 ألف متر مربع منذ بداية العام وحتى نهاية أيار فيما أصدر خلال الـ 15 أولى 8,714 رخصة بناء في المملكة من خفاض 11% عن ذات الفترة من العام الماضي وعلى صعيد أغراض الترخيص تراجعت المساحات المرخصة لغيات السكن 17% إذ تم ترخيص مليونين و600 ألف متر مربع وهي تشكل 80% من إجمال المساحات المرخصة لغيات البناء فيما سجلت مساحات الأبنية المرخصة للغيات غير السكنية ارتفاعا نافتا من نسبة 23.1% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وهذا يفسر ما تشهده المملكة من نشاط أبنية تجارية وعلى مستوى الإقاليم استحوذ إقليم الوسط على 68.8% من إجمال مساحة الأبنية المرخصة في المملكة وأقليم الشمال على ما نسبته 22.7% فيما استحوذ إقليم الجنوب على 8.5% بعد مرور 45 يوما على نفاذ القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة دون إصدار تعليمات تنفيذية حذرت جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة من تراجع الاستثمار وتركيب أنظمة طاقة متجددة الجمعية في بيان لها أوضحت أن القانون المعدل أحدث تغييرا في آلية التعامل مع فائد الطاقة المصدرة على الشبكة من أنظمة الطاقة المتجددة وألغى الإعفاءات الضريبية لجميع مدخلاتها ومن تداعيات تأخر إصدار التعليمات بحسب الجمعية تجميد رأس المال العامل وشح مدخلات الإنتاج جراء توقف المستوردين عن التخليص لاشتراط الجمارك تفع 16% ضريبة مبيعات قبل التخليص عليها والسماح بدفع الضريبة لسندوق الأمانات بحيث تسترد في حال عودة الإعفاءات وهو ما رفضه المستوردين وفضلوا تخزينها في ساحات البوندد ومن تداعياتها أيضا توقفت شركات توزيع الكهرباء عن استقبال طلبات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة منذ الأول من حزيران لعدم تحديد آليات التعامل مع الطلبات الجديدة أو الطلبات التي لم تصدر موافقتها بعد سجل معدل أسعار النفط برينت والمشتقات النفطية ارتفاعا في تدولات أول أسبوعين من تموز الحالي مقارنة مع مستويات شهر حزيران إذ ارتفع برينت 6% فيما تراوح أسعار مشتقات ما بين 2.6% و 6.5% بحسب النشر الاسترشادية الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وجاء ارتفاع النفط بدعم من بيانات أمريكية أبرزها تراجع معدل التضخم الذي يستند عليه الفيدرالي لتحديد توجيهاته لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المنتظر في أيلول فضلا عن تلقيه دعما من ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم اشتركوا في القناة انعكاسا لحزمة الحوافز الإضافية لجذب تجارة الترانزيت العراقية إلى مناء العقبة منذ أكثر من ثلاث سنوات أعلن اليوم عن رسو سادس باخرة لصالح تجارة ومستوردين عراقيين تحمل على متنها زواء 9500 رأس من العجول مستوردة من البرازيل مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات أشار لنا حزمة الحوافز والإعفاءات وسهولة انسياب البضائع في مناء العقبة تساهم في رفع تجارة الترانزيت للبضائع المتجهة لدول عربية أخرى منها سوريا والعراق وفلسطين وخفضت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوم المناولة والرسوم الجمركية بنسبة 75% كحوافز إضافية لبضائع ترانزيت القادمة لميناء العقبة لصالح العراق في 2021 لإعادة جذبها بعد أن تراجعت عقبة الأزمة السورية في 2011 شفنا ميناء العقبة ميناء كويس وإنجازاته سريعة وتسهيل مهمات كثيرة إحنا اختارينا ميناء العقبة أولا لقصر المدة في شحن البضائع من أوروبا ومن أميركا الجنوبية كنا نستخدم عدة موانئ في نقل بضائعنا وخاصة هذه البضائع العجولة ونقلها للميناء العقبة